موسيقى حيزة أكبر بأي شكل بأي طريقة حيزة أكون أم وكلسوم على طول وقفت حوالي سنتين وشوي بتعملي إيه بتستجمعي قوتك بتلعب لدورك مع ماما بحزن بتحزني بس يا ساتر على الصدمة بحزن لذلك أنا بحب الناس اللي بيقدروا الحزن اللي بيأخد الحزن معهم وقت خصوصي إذا عزيز مش دروي يكونوا بيندبوا بكره الندابين اللي بيضربوا حالهم ولا يعني ما بحبوا أبدا هذا التعبير ولكن أنا كتير أحترم يعني الوفاء للحزن إذا حدا رح له عزيز صلاح جهين قال لك الحزن له جلال يا جدع صحيح وبحترم الناس اللي بتحزن كتير بحترمهم وأنا حزنت حزنت بمعنى الكلمة من الخمستعشر للسبتعشر مع أنه هاد يعني أحلى سن بحياتي سن المراهقة وأنا تقريبا ما راهقت إطلاقا شكلك باين شكلي باين شكلك مش باين أنه تشاقتي ولعبت كتير وانت صغيرة لا ما تشاقيت الحقيقة ما تشاقيت وحتى لما كبرت يعني حتى اللي شقاوي اللي بحب أني أعملها يعني لطيفة ولها حدود وممتعة وحدودي أنا اللي حطيتها يمكن حدودي غير حدودك غير حدود ستة محجبة فمرات بيقولولي أصلا إحنا كنا مفكرين أنا ما بدي حدا يفكر عني شي أنا شكل احترامي أنا خاطته ما بقتيش تخاف يعني العقدة دي راح لا شوفي أنا بالنسبة للخوف أنا عموما مش خوافة بخاف من نزرة الناس للشكل اللي صنعوه ورسموه وهو فيه جزء مش حقيقي فيه جزء مش حقيقي لأنه أنا مش قديسة أنا مش قديسة ولا هما ولا حتى ميما كانوا يكونوا يمكن ولا حتى اللي مفكرين حالهم أنهم ملتزمين أكتر التزاما أو أكتر حشمة أو حالوا براحة يمكن عندهم إشياء بيعملوها مختلف مثل لما حكيت أنا قصة النرفيتي اللي بتحط أنا بحب الروج الغامق هي بتحب إشياء تانية بتلبس شي مختلف أنا ما بعملوا اللي بتعملوا أنا ما بعملوا بتحكي نكات أنا ما بحكيها بتحكي أحاديث أنا بيستحي منها إنما أنا بعمل إشياء بلاقيها عادية طبيعية بسيطائك أنا بلاقي حالي مرتاحة فما حدا بيشبه حدا اليوم كل حدا بيعمل يمكن الغلاط بناحية معينة وبطريقة معينة بس ده مش محاق يعني مش حدك من حاجة يعني خلاص أنا حاسة أن أنت وصلة لقناعة اللي أنت قلتيه في ألبومك الجديد إلى حد أنا حعمل اللي رياحي واللي يسعيدني وعم بتطور عم بتطور بهالفكر وبعدين عايز أقولك حالي يعني الله يعينكم الله يعينكم من التطور يا ست إحنا عايزين من هالتطور ما بدنا شيء إلا هالتطور بالترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة